سلام عليكم شيخ ابو محمد بويسي. رامي عيسى معاك. فضل. فضل. رامي عيسى احببت ان اسلم عليك وقل لك انت شتمتني يا شيخ ابو محمد بمي بس انا مش هجتمك. اخي اتفضل ايش رايب? امرني اتفضل. انا كنت بقرأ اية من القرآن الكريم. اخي اتفضل حبيب. الله يقول حتى اذا استيقس الرسل وظلوا ان. بارك الله بيك ورحمة الله ورديك اشكرك اي حماي. شكاك الله خير الجزء. اشكرك حبيبي. انا بقرأ عليك القرآن يا شيخ ابو محمد. لا انا اقرأ نفسك. لا اوه. انت من الجاو. انت حضرتك ما بيقرأ عليك القرآن بتحسي بسخنية في جسمك. هطلعه لك بس اسمعني بس يا شيخ ابو محمد. حتى اذا استيقس الرسل وظنوا. اخلاص اخلاص. اخلاص. انت بكالي من جوه اللي بيسخن جسمك ده. اسمعني وهطلعه لك. بس اسمع الاية دي. اسمع الاية دي يا محمد. ده اقرأ عليك ايه. اخي اشكرك حبيبي. طب انا بقرأ عليك اية من الكرآن سد بقه يا محمد. سد بقه علشان يخرج علشان يهتدوا يبقى عاد كويس كده في البيت. هقرأ عليك اية. وشوف الاية دي يا نشكله. ده صير فتنة حرام عليك. صير فتنة بانك شخص هو شخص حرام. مش فتنة دو ابو علي بس مهتدي وبعد ما انتصر عليك لان معه الحق يا ابو محمد. اخي هذا ابو علي ملح واحد ملح. طب اتصلك عليه? اتصلك عليه تاني? احذر. لا هذا حبيبي ابو علي. هذا هذا هو اخي مخافح تحكي. لا تب انت عايز تحكي هو تسمعني بقى اقرأ عليك اية كرآني. ده بتحسي بس اخونة من ادنك. بتحسي مني. هطلعه لك من سبع رجلك. بس اسمعني بس يا محمد. هقرأ الاية وان شاء الله هيطلع ابو محمد ركز معي بالله عليك. حتى اذا استيقس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالآية محمد بتقول حتى اذا استيقس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا. خلاص جاءهم نصرنا. فليش ولا امام عندكم انتصر يا شيخ. ليه يا امام كلان قلوب يتضربوا. والامام يجروا للبيعة والامام يقتلوا والامام يدولوا الصم والامام اكل مهدي الهارب هتقتلوا امرأة بلحية من بني تمين. كيف يا ابو محمد؟ انا عارف ان في قلبك شكوك يا ابو محمد. عارف ان. يا اخي قسم البضعة اللي انت ما كو. خافش عشاية هم زحمة والله زحمة علي. زحمة علي ايو احنا وقفين في سوق ملابس يا ابو محمد. لا ما فيز زحمة وجلس وحدي وعلى المكتب وهو. لماذا الله كان ينصر انبياء حتى اذا سيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا رسل ولم يذكر اسماؤهم ونصرهم. ليش ولا امام انتصر في دلكم. اسمع ابو علي. انا فكه يخلد دربك لك دماغك خالص? يعني يا ابو محمد. يا ابو عالي هذا ابو عالم نوعي. انا ابو فاطمة. انا ابو فاطمة. انا ابو فاطمة. انت ابدو فاطمة? ايوالله ابنت اسمها ابدو الشاب. والله كله حرام عليك اتص обрат bes upon them. ليش انا لازم انا نسمي نفسي البوسي? لا ابو فاطمة والله. لك شغلك اسمع اسمع ابو علي. بس اسمع. مش ابو علي والله. والله. ابو علي عمل سنبا يا ابو في المناظرة مع ابو محمد البوس. والله شيء مهتدئ لنا كده وسيء. سيء. انا عارف نوع داعس حضرتك في المناظرة يا شيخ ابو محمد. انا بقى بقى قرأت عليك الاية. ممكن تجيبني. لي الله كان بينصر الانبياء ولم ينصر ولا نبي عندك. راح والله والله. اسمعني. انت خلينا نحتي لو تعتبر. على راسي. على راسي يا ابو محمد. الله يسلم راسك. اسمعنا حبيبي. ابو علي وغير ابو علي. هذا انسان هو والله. هو غير. يجي اللي كان انعدلت بالعافية عليك. بالعافية عليك. طب ما تغلطش فيه عشان ما اجيبه لكش. اتكلم معي. يا حبيبي. شنوان? لو غلطت فيها اجيبه الان في اتصال. يا اخي باع حساني شو انا احتيها كاني. دب. انا انا اقول لك. دعدل الامامية الاثنى عشر. لا 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 لا. انت مريدك طرم. مريدك. خليه آنو يا ابو. آنو بيني وبيني. ايو تفضل. ماكو طرم. لا في فرق يا ابو محمد انا مسلم وحد. وانت مشرك دال. الله يهديك يا رب. اللهم يهدي. اللهم يهدي الشيخ ابو محمد المشرك الدال يا رب. الله يهديك ان شاء الله. 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 طيب ابو محمد انا انا لك الان ان تدعو الله وتترك عبادة الاوسان. وتترك عبادة أهل البيتي وتترك عبادة الأضرحة والهياك العظمية أنا 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 أعبد أهل البيت أيوة يا أبو محمد بلبد أنت بتعمد الجسس بدليل مرة لفاتحة ما تكلمنا على بعض المراجعة ميتين وبتقول يشوروا فينا فأنت تلعت عباد جسس وهياك العظمية يا أبو محمد قسم الببات اللعباوح النعال ما لم يشربك ويشربك أشوفت يا أبو محمد بقول لك بدلما تروح تعمد جسس روح المشرحة كلما جسس تتلعش تقول لها ولا عبدها ولا حاجة أبو محمد بلما أنت رايح تعمد الكلين اللي ميت بقى لها أنا بس سؤال أقول لك رامي 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 أسئلك بس سؤال لا ملاش أسئلتك قوية أبو محمد ومعرفش نجاوب عليها ده مين فأستعيد بصديك؟ والله العظيمة لده أسئلك لو تفضل يا محمد سألك رحم الله أنا أجيب لي هاسا رواية أجيب لي آية بالقرآن ها إنت شون تكتبت يمنى واسا آية في قرآن عيش يا موت تقول أنت بالقرآن مفيش أي في القرآن أنا شايف هسا هذا هو مخلي يجي واحد لا بس سنة 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 أبل لا أجيب لك أبو الهول عامل إيده كده زي السستان ايو الله عندنا أبو الهول بص عامل إيده كده ها التمثيل أبو الهول بص عامل زي سيدك السستان أما احنو النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن ما عاش الأنبياء أمرنا أن أضع أيدينا اليومنا على اليسرى في الصلاة وأنا مع ذلك بقول لي الشيعة المهتدين عادي لو أنت ما ضعتش إيدك اليومنا على اليسرى هذا لا يبطل الصلاة يعني لو أنت شفت حد سنة أو من عابد الجوسس والهاكل عظمية سيشخاب محمد البوس وداخل عليك اسم اليديك عادي فأنا جبت لك أهو نحن معايش الأنبياء أمرنا أن نضع أيدينا اليومنا على اليسرى في الصلاة أنا عايزة أسأل بقى بالله عليك ليس سستاني عامل زي أبو الهول كده أنا لا زي أبو الهول بالزبط إحنا بقالنا مئات السنين ما اسمعناه أمصدну أبو الهول في مصر وإنتوا بقالكم كم سنة سستانى عندهم دلوقتي تلوقتي تلوقتي تلاتة تسعين سنة واربع شهور باي ما اسمعنم الصوته خالص عندك تسجيل السستانى البقوا يا يوسف شي اسم أبو يوسف قال لي عليك ما يتحكش يا أبحان لحسن بنضحكتك بتفكرني من أفلام الكرتون بتاعت الأطفال الصغار ظمان ما كانوا بيجيبوا الراجل الشرير اللي يبينح قال لي عليك يا محمد ده دين تتمسك بيه يا رجال بتقول لي هاتلي دليل على يد اليوم في اليسرى في الصلاة وانا بقولك هاتلي دليل على تنسيب الأئمة الاثنى عشر لنقل من أركان الدين هاتلي دليل على إنك تقلد واحد زي السستاني الضال القندرة ما للسيد السستاني شربك لتعشاء العجيب لا تتجاوز لا تتجاوز ترا صير بحل وحيب طيب يعني انت ممكن القندرة ما للسيد السستاني الشربك والشرب هذا بحدي طيب أنت ممكن تتبرق بقندرة السستاني لعدانيا يخاة زي السستاني ممكن يد ثم تتبرق يضع السباق عندي سؤال يوم محمد يدون تجاوز ممكن تتبرق بقندرة السستاني كيف؟ ممكن تتبرق بحزاء السستاني حزاء الثستاني شربك يناف يا اخي يا اخي والله ازلح بحديك. واني موجدت لك يا اخي والله انت يا اخي موشولة. ما انت اللي قلت لي يشرفني ويشرف ابو عالي عشان ابو عالي سيد شيع مهتدي ودعسك في الاتصال المرة اللي فاتت يا ابو محمد. انا نفسي يا ابو محمد تدرك دين الشيع بقى والله العظيم يا ابو محمد اتمنى ان والله لو طرقت دين الشيع هتفوق. والله العظيم قسم البداية اللي تدري انا اتمنى اكون ابو حلي. قل لي اذكر محمد وعالي محمد. قل لي اذكر محمد. الا ما جاب االي محمد ماكو قل لي انت ناقص. ناقص? دين? ايو والله. انا جاعد اقول لك انا اتمنى اكون. انا قلت لك الطيني تريف وانا وانا احتيها. انا شان اقابل بالمخابرات لو حافظة. بس انا لي دهش يا. انت تريد تبالك علي وتريد تقتولي ابو عالي. شان? تريد تقتل ابو علي. والله قسما بذات الا انا افكر ابن الفقير. بتب افكر من الفقير بتدي الخمسة ليستستني ليه? اهو ابو عالي رد. ابو علي رد. ابو علي يا ابو محمد معنا الان وبيتحداك يا ابو علي. الهاشمي. مستني والله مستني بالزمان. ايستنى اهو عنده سؤال ليك يا ابو علي. تفاضل يا ابو محمد. اسأل ابو علي السؤال ليه تريد ان تسأله. ايه يا ابو محمد خفتي ليه? لا اريد اسمع صوتك. اهو اهو ابو علي هو بيقول عايز يسمع صوتك. هو انت ردود ولا ايه? ينفع يقول عليك كده يا ابو علي? اسألي ابو علي عما تريد. لا. هو من نوع منايم يا عمي. ومشتاكل صوت يسمع. اهو مشتاكل صوتك يا ابو علي. عندك سؤال لي يا ابو علي? ابو محمد البسبوسي. لا مش البسبوسي البويسي. يلا. هو بيقول لك يا ابو علي اذكر انت لماذا لا تذكر محمد وقال محمد? هل ما انت اصبحت سنية سيد ابو علي الهاشمة? اما اصبحت سنية. بتبخد قال محمد الان? بالعكس. انا اليوم حسيت بوجود محمد وقال بيت محمد. الله اكبر. بيقول لك يا ابو محمد. انا الان حسيت بوجود محمد وقال محمد. اما اصبح سني. يذكر آل محمد. يذكرهم? يذكرهم ليه? لانه الان اصبح سني فاصبح متمسك بهم اكثر. لا لا لا. والله العظيم ما هو عليه. انت هسا اتحداك. انتو السنة. تذكرون محمد وقال محمد. طيب قال لك. نا نا بو بو. اتحداك. انت والسنة تذكروا المحمد وقال محمد. تفضل يا ابو علي. اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك عميل المجيد. الله اكبر. تفضل. تفضل. تفضل القناة. بيقولك يا ابو عالي انت كده شيعي غزبا عني وعن القناة ده صليت على محمد وقال محمد. هم بيصليش الاشياء بس على محمد وقال محمد? لا بالعكس اه هم السنة شيعة اه محمد وقالي محمد. طيب انت عندك سؤال لي ابو عالي? اسلام محمد بيقولي من شوية ان هو بيقول لي من شوية ان متلصل عليك يا ابو عالي بيقولي ان هو افقر من الفكر. فليش بيدفع الخمس للسستان تفضل يا ابو علي. نعم يا ابو محمد نعم تفضل يا ابو محمد معلش يا ابو علي سواني. لا 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 تتجاوز. انا تزوجي. تجاوز لا تتجاوز. ما تجاوزش انت بتهرب من السيدة ابو علي. انت كده خايف من اسئلة السيدة ابو علي. والله اريد اسمع صوتك. علي صوتك? علي صوتك. طيب بيقول يريد يسمع صوتك يا ابو علي. انا خايف لا يكون عايز يبلغ عنك يا ابو علي. السيد ابو علي عشان ابايني الجمهور سيد شيعي مهتدي. وابو محمد شيعي اه محترم مشرك. اتفاضل يا ابو علي. بيقول عادي اسمع صوتك. انا انا من السلام عليكم ابو محمد البسبوسي. طيب اسأله بقى اسأله اسمه البويسي البسبوسي. انا عندي سؤال. انت بس بوسوا يشتبني بمي. فخليك معاه على طول دقاء وطلع دي من الليل. اسأله. اتفاضل سأل سؤال. طيب عندي سؤال. هل يا العلم من يفتي بان يزع جنين اجنبي في بطن احن مسلمة? بيقول لك يا محمد هل تلعن من يجيز تلقيح بويدة المرأة بمني رجل اجنبي? تلعن اللي بيعمل كده? اللي بيفتي بذلك? يا اخي 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 ابو كبه لاسأله ما لكم. ايوه ايوه هي ما سأل مالتنا? ايوه مش انت عدتول خليس اخي 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 اخي. بيقول لك لو واحدة واحد اه وضع مني رجل اجنبي في بويدة امرأة. فهل هذا يجوز عندك اللي بيفتي بذلك خطمه ايه؟ ياعلي ايه من العنابيب جرع العنابيب? نعم. بمني عليه? بيقلك الحصول اللي بيقول بيدلك لعنة ולא عليه يا ابو محمد. حبيبي سألتني جاوبتك. بيقول لك انت سألتني وجاوبتك خايف يعني ما تلعنهوش يا ابو محمد. سألتني سؤال وانا zwei. بيقول لك انت سألته وجاوبك يا ابو علي وهو خايف يلعن لتكون انت بتعمله فخ تفضل. لا من غير فخ انا سمعت من واحد كافر اه وفي بعض من الناس اجازو. انا حبيت اسئلة لكون هو انسان مسلم ويتقى الله سبحانه وتعالى. انا بالنسبة الي العنى. بيقولك هو بيلعنه لانه واحد كافر. توافقه يا ابو محمد? يا كافران. اللي بيقول ذلك يعني. حبيبي ابو علي. انت سألتني انا جاوبتك. وبيقولك هو جاوبه خلاص يا ابو علي. عندك دليل يا ابو علي? او قالك ده حرام. عندك دليل ان حد افتى بذلك من علماء الشيعة? طيب خليني لا لا انا ما عندي دليل لكن بس انا يعني هو جاء الحرام. طيب اللي يفتي بالحرام شنو شنو حكمه? اللي بيفتي بالحرام يا ابو محمد شنو حكمه? كافر. كافر يا ابو علي. كافر. مبروك لك. هذا سيدك السستاني يا حبيبي. اوب اوب قوية قوية بيقولك سيدك السستاني اللي قفت بذلك. كافر موجدت لك لا تتجاوز. انا مش بتجاوزة هوت. ما هو سيدك السستاني. لا حولا لا. بشرفك انت تضحك علينا. لا يا عم بتحك عليك ايه هوت? موقع السستاني هوت. موقع السستاني هوت. انا مضطر لاجراء عملية التلقاح نعم بوايد drives amraak اجنبيه خارج الرحلم. اسستاني بيجذ ذلك. مش كلامي انا يا ابو محمد. الله. السستاني كافر. يلا كفروا بقى يا ابو محمد عشان خاطر. والله والله القندرة مال السستاني شرفك. بيقولك القندرة مال السستاني تشرفك. طبعا اكيد لان هي هي لان هو كافر. في شرفتك. بيقولك يعني يعني اكيد كده يا يابو محمد انت بتقول القندرة مال السستاني تشرف اى ابو علي. الشرفك انت راب بيقولك تشرفك انت الحمد لله انه كفر السستاني جاء عنو كافر بيقولك الحمد لله ان انت قافرت السستاني يابو محمد انا ما كفرتب سيدي السستاني ما هو افتى بذلك والنت قولت cunning انا اقلت لك لا اجوز لا انت قلت واللي يحرم احلى الله كافر فانت ودلوقتي كيف تقول ان قندرة السستاني تشرف أبو علي مش عب لا الشرفك انت انت بيقولك تشرفك انت انت يا أبو علي ينفع يا أبو علي بيكررها تاني هذي أخلاق أخلاق أبناء الحسينيات أما احنا أخلاق المساجد أهل السنة ما نجاوب هو بيقولك دي أخلاق الحسينيات أما نحن أخلاق المساجد لا نتجاوز ولا نرد عليك انت ليش تقول ان قندرة السستاني تشرف أبو علي لا شرفك انت بيقول لك تشرفك انت بيقول لك تشرفك انت بيقول لك تشرفك انت بيكرر ثاني وى اقلت شرفك انت طيب Sharma قول لها ممكن نخلي حوار علمي من غير مسبب بينişينك'و بسيط جدا طيب بيقول لك يا بو محمد ممكن يكون الحوار علمي بينك وبينه بدون سبب لا بد وهنام وسهراوا عليه كن اعطي questioning افشادي أنا أبو علي أبو علي اسمعني أول شيء إنسان عراقي وبالبلدي وسيدي بالرسول الله وحطه على رأسي اثنين ما أصور من عنده تطلع العائزة ولا تطلع العيبة هاي ثلاثة أربعة أبو علي لا يريد يسأل أي مسألة أنا خادم إلى بس من يجاوز شغلات على السيدة السستانة أو على أي مرجع ما أقبل طيب جميل جر ناعم مستخدم الطاقية وقال اسأل وانت ابن بلده وجزمتك على دماغه اتفضل بقى اسأل يا أبو علي اتفضل تسأل أبو محمد البوسي طيب أنا لكوني رجل أبو محمد البوسي سمعت بأحد القناة فيه عن حسين أبو علي النجفي أنا مو حسين أبو علي النجفي أنا اسمي هاشم الهاشمي نعم والنعم فيك يا سيد أبو علي تفضل تسألك لا لا هو حسينه بس وصل له هاي الفكرة دي أنه كان يلعني عجل بسببي أنا أنا ما حد أنا عجل طيب مش مهم ديت يا أبو علي مش مهم ديت خلنا في الحوار العلمي عندك سؤال الآن للشيخ آية الله العزمة السيء أبو محمد البوسي طيب آآ اسألة جل آآ آآ الزهاء كانت عليه السلام كانت معصومة آآ بحياتها ولا لا؟ بيقول لك هل السيدة زراء كانت معصومة في حياتها ولا بعد ما ماتها؟ طيب نعم معصومة بيقول لك نعم معصومة في حياتها طيب هي شلو العصمة؟ يقول لي العصمة يعني عن الضرر والأذى؟ معصومة عن الضرر والأذى؟ بيقول لك معصومة عن الضرر والأذى؟ ما هي العصمة؟ أبو 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 علي أنت تسمعني محمد وآلي محمد معصومين عصمة ربانية عصمة ربانية هو في عصمة ربانية وعصمة مش ربانية؟ فأبو علي يعرف حق المعارفة يعرفها يا أبو علي يعني أنت عندكم عصمة في العراق مش موجودة عندنا في مصر؟ يا حبيب؟ خلنا كمّل سؤالي لا 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 خلنا كمّل خلنا كمّل خلنا كمّل أنا 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 عايز أكتبهم أن أنا مزيع أنا محايل أنا محايل بأوصل الرأي هنا وإن طرف ده للطرف الأخ يا حبيب اسمعني اسمعني الأنبياء معصومين و الأئمة معصومين وفاطمة أئمة ولا أنبياء؟ فاطمة الزهراء أم الأئمة الأطهار هو يعرفها بعني طيب وليه بقية بنات النبي مش معصومين؟ ليه فاطمة معصومة وبقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأمه كلثوم وزينب ليش مش معصومين؟ فاطمة تزعر ليش فاطمة بس؟ الرسول عنده باش فاطمة الرسول عنده فاطمة أول واحد قال ذلك هو أبو القاسم القوفي وهذا الرجل كان من المخمسة اللي كان يعتقد بأن علي الإله وعنده أربعة وهذا الرجل كافر باعتراف علماء الشيعة وأكثر من تحدك نكتجيب أحد غير أبو القاسم القوفي أول من أنقر بنات النبي صلى الله عليه وسلم أنا مجيء ما تخليش أخلينا معصومة لا 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 حبيب الرسول عنده بس فاطمة الزهراء طيب بيقولك الرسول بس عنده فاطمة الزهراء وهي معصومة لا لا سؤالي بسيطة خامي هو معنى العصمة يعني تمنع يعني لو مثلا أنت معصوم أو حد بغي يضربك أو يضرك تمنع عن هذا الضرر ولا لا؟ طيب بيقولك المعصوم هل ممكن يمنع عن نفسه الضرر؟ لو واحد معصوم هل ممكن يمنع عن نفسه الضرر؟ يعني واحد جاي يضرك أو يضربك هل بهذه العصمة يستطيع أن يمنع الضرر عن نفسه؟ هاي شغلة إلهية رباني يبيد الله يعني يبيد الله أنا أستطيع أن لو واحد جاي يضربني بفضل الله أستطيع أن أنا أحمي نفسي وانا مش معصوم يبقى أنا كده أفضل من سيدنا فضل اسمع أبو علي اسمع يا أخي اسمع خلنا سأل دقيقة خلنا نجاوب خلنا نجاوبه حتى توصل إلى أبو علي أول شيء الأنبياء سابقا زكري عليه السلام ويحيل مش يجروا قصوا رأسه أبو معصوم هاي شغلة إلهية هاي شغلة بيد الله الله قاتب لها انتهت ماشي بس هم لا يعلمون الغيب معصومين ولا يعلمون الغيب وليس بيدهم ولا تكونية زي الأئمة عندهم الله أحمطيهم علم غيبي لا لا إلا من ارتدى من رسول علمي نسبي ليس كفاطمة يعني سيدة فاطمة اسمع أبو علي خلنا أحتيه لك أعطايا بزمان نبي الله عليه السلام سليمان من بلقيس عليه السلام من لعلك مش وقتها حكوا أبو محمد خلنا بس وصل جوابك وبعدنا نحكي القصة في آخر لله حسن بس هينتهي أيوا أبو علي بيقول لك أما عصوبة بس ممكن عادي يعني زكريا حدث وفلان حدث يتملص يا أبو علي بس سؤال ثاني شلو موقفة من تحت أي مذهب أو دين أو قانون أنه شخص يحلل الزواج من طفل عموها شهر إلى بيقول لك إيه حكم شخص يا أبو محمد يحلل الزواج من طفل عموها شهر إلى شهور بيقول لك أنت بيقول لك أنت كذاب يا أبو علي بيقول لك يا أبو علي أنت كذاب ووين هذا الكلام أنا كذاب بس هو شنو يحكم على شخص يفعل هذا الفعل بيقول لك شنو تحكم على شخص بيجهز أن يتزوج بطفلة عندها شهر ويدخل عليها بيقول لك أنت بالعافية عليك جهنم بيقول لك أنت بالعافية عليك جهنم بيقول لك أنت بيقول لك أنت بيقول لك أنت بالعافية عليك جهنم أنا ما كفرت أنا سألته سؤال هو لو يسألني نفس السؤال ها حتجاوب بيقول لك يا أبو محمد يسأله نفسه سأله وهيجاوب ولا تتملض والله العظيم أبو علي سيدنا رامي هذا إنسان دجال ومنافق بيقول لك أن أنا إنسان مؤمن ومخلص يا أبو علي والله يا أنا عامي بالنسبة لي أنت قندرتك الشف السستاني الله يا سيدك يا أبو علي وبارك فيك عادي بيشتمنى على طول أنا واخد على كده كل يوم بيشتمنى بوم بس عادي يعني أنا الحمد لله يعني إن شاء الله بيقول لك اسمع بيقول لك تعرف أبو علي ليش ترك التشيع سبب شنوك يا أبو محمد تعرف أبو علي سيدك أبو علي ليش ترك التشيع شون شون؟ شلون بيقولك انت المنافق يا بوالي. واحد يشتم فيكك كتير لي يا بوالي وانت ... وانت ساكن بيقولك انت أمنافق. انا ابن المساجد يعني ابن المساجد ييورد بالشيتيمة. هادي اخرار از trochęsa من المساجد. الله 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 بيقولك ان هو ابن المساجد فابن المساجد لا يردي الشيتيمة بالشيتيمة يابو علي زي ابن الحسينية يا بوامحمة. انا في ازفل جهنم. ابوالي after جهنم? بيقول لك انت انت في اسفل جهنم يا ابو علي بيقول انت انت اكيد انت يا ابو علي ما انحورت بينكم انا مزيع بس بقول انت انت في اسفل جهنم. لكن الجنة بتاعت جوز خلته مش عارف استغفر الله الجنة بتاعتهم هيدخلك الجنة. اخرامي اخرامي من من اه نقطة من الاسباب اللي خلتني اتوك تشيه كل. يعني انا كنت كل ما ادخل بمدينة سنية ينادوني ابن الاسرنجة يعني ابن الحقنة يعني ابن الأنابيب فهدي من ضمن الأشياء اللي خلتني أترك التشايع فأبو أبو محمد هو يعني المفوض ينادوه ابن الاسرنجة بيقول لك يا بو محمد من الأسباب اللي خلتوا ترك التشايع بسال المنافقة الدجال أبو علي أبو علي أنا أحسب عليك أتذكى برامي الدجال أبو محمد أنت بتقول على أبو علي منافق دجال بيقول لك أنت بيقول لك أنت بيقول لك أنت أنت منافق دجال مو مشكلة بس أنت قلت يعني هو يوافق على ابن بلدي على ابن بلدي بالشاعي نادو ابن الاسرنجة ابن الحقنة وابن الأنابيب بيقول لك يا بو محمد تردى أن يندهو على ابن معتقدك بابن السرنجة وابن الأنابيب لأن كانوا بيندهولوا بكده وترك التشايع بسبب ذلك أحوله لا أحوله ولا أخوله فوضت أمره إلي الله عليك فوض أمره فوض أمره بسببك يا بو علي صح يا بو محمد عليك عليك أنت بيقول عليك أنت أنت بتشتم يا سيدة أبو علي بتقول عليه منافق دجال والله أنت المنافق بيقول والله أنت المنافق يا خبري إذا بيحلم بالله عرف من أنك منافق يا بو علي والله أنا بالنسبة لي أدعيل بالهداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ما شاء الله أبو علي بيقول لك أسأل الله أن يهديك أنا لا يقول عنك منافق كما أنت تقول عليه ويدعو لك بالهداية لا لا أنا ما أحشى على أبو علي أنا أحشى عليك إذا بيقول أحشى عليك أنت برضو مصمم أنت يا بو علي ليه كذا بيحشى عليك أنت أنك منافق دجال تغفر الله يا سيد أبو علي معلش ادعيلوا بالهداية سيد أبو علي سبحان الله يعني انت الغفر على أيسى مشايخهم خلينا ناخد سؤال من ابو محمد للسيد أبو علي أبو محمد سأل السيد أبو علي عما تريد سأل السيد أبو علي ما شوان، ما شوان؟ 師يد أبو علي بيقولك سأل هو عما تريد يعني سأل هو عما تريد انا ما اسأل ابو علي محترام وانسان خير وحب على رأسي. ما انت لسه البن شوية المنافق الدجال كان قصدك على مين? انت انت. بيقول انت انت يا ابو علي مصمم برضو مش عارف ليه مصمم يشتين كده يا ابو علي بيقول انت انت منافق الدجال ولا ايش? والله بس الله يوضع عنك. انا سمعت في احد مشايخ مشايخ الشيعة سمعت على التلفزيون. نعم. انه يحلل التفخيط مع كل احترامي واعتزازي للمستمعيك الكام. بس انا اسمعت احد مشايخهم. طبعا فيها قنبلة بعدين. مشايخهم انه يقول حلال التفخيط من عمرها شهر الى تسع سنين. حلال التفخيط. ايو 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 انا خلنا نسألو خلنا نسألو في ذلك. انا انا العن مثل هذه الناس. ويلعن مثل هذه الناس. افا سكر خط والله. سكر خط. يسكر الخط. لان هذا دينة. الله اكبر يا سيد ابو علي. الله اكبر الاسد. السيد ابو علي الاسد انتصر على الشيخ الشيعي ابو محمد البواسي السباب. اللي كنتش يقول انت انت منافق. انت انت انت. خلنا نتصل عليه تاني كده. ساوني ما اتصل عليه تاني. خليك معي يا ابو علي. خليك معي. هذا احنا. بنتصل على السيدة محمد مرة اخرى. يا شيخ محمد البواسي. كما ترى عزيز المشاهد. ننقل. ننقل طرف والطرف الاخر. طبعا اللي قال. بيسكر خط عليها ابو علي. بيكنسل عليها. لا يريد الاستماع يا ابو علي والله. لا يريد الاستماع. ممكن تقول لنا من اللي قال بتفخيض الرضيعة وهذا الكلام القدر. السستاني. انا وليس الخميني. اجازة ذلك. نعم. خلينا احكي لك هاي القنبلة. اخوامي. بالمقتصر. الله يضع عنك. تعرف الظابط نفس اللي جاب لنا مقتبس الحكم. تبع علاء المهداوي. نعم الظابط. لا وضح وضح للناس عشان يبن اكتر. انت قلت اقيل لنا ان لك صديق ظابط في الظابط بالشرطة. ومن قبل كان يشتغل في سجن الفتيان. وجاب لنا مقتبس حكم. تبع علاء المهداوي كان محكوم. والعياذ بالله. دعوة لواط. الولد علاء مسكليتة اللي هو الرضود. الشي اللي بيحور دلوقت. ومضروب مواس وكان وجابه من المستجفى. هتدكى هذا الظابط. نفس اللي انا جبت من عنده مقتبس الحكم وفضحناه هذا علاء المهداوي. واليوم نفضح بكل العار. نفس هذا الظابط. انا سألته سؤال. قلت لاغرب قضية انت من سكتها من كنت محقق. فاجابني. ثقيا اخرامي. انا عرفت هذه القوة. عرفت انه السستاني ومحمد محمد صادق الصدق. اجازة في ذلك من خلال قصة هذا الظابط. هذا الظابط طوالي قصة مختصة. يقول حققت بقضية جايبين. والعياذ بالله. وعفوا للسامعين. انا سحاول انه ابعد كلمات كثيرة. يقول حققنا جابولنا واحد متهم باقتصاب طفلة. عمرها شهر. يقول لما اخذناه للمحكمة سأل الحاكم. قلت تحت اي مسمى واي دين واي قانون. انت اقتصابت هذه الطفلة. فاجاب على الحاكم. قال له انت ما الك علاقة. انا اعطيت الابوها عشو تالاب. واززوجتها. هذه زوجتي. فاستغر. قال له اللي احنا نعرفه بالمذهب الشيعي. يجيز عند تسع سنين. فاليوم من اجيب قويته ورواية. يعني هم. هنانا من يختلف. من يختلفون بالقانون. يوجعون للمذهب الاعلى. اثنى عشرية. المذهب الشيعي. فالمذهب الشيعي. شي يقول. استرنا ابو علي. ابو علي. السيدة اشخاب محمد تلبوش وفتح الخطة هوت. وبيقول لكم. اشخاب محمد ليش تسبتش السيدة ابو علي وهرفتك. حبيبي حبيبي. حبيبي حبيبي. انت سيطاك رفع كذا ليس يا ابو محمد. لا لا. انا ابن حبيبي. مرحبا يا ولدي. ابوي احبي ناقشك. يعني انه ما لا اكي عقل. انا مو دي ناقشك. ما هو ما بينقشينيش foux? ما بينقش السيد. المهتدي السيدة ابو علي لهاشمح. فكر يا محمد انت weINA انها انت شتمتني مرة اللي فاتت. وابوك اعتذر فبالله علي يا محمد يعني كيفام ابوك بيشتم فما ما thereige انت وبوك投ج اشتبونا. فبالله علي خليك مؤدب شوية. اسمع. اسمع لحيتك طفار خيسي. اسمع حتى الله ما محلي عدك نظر. بيستهزب ايه? جاب ابنه وابنه بيستهزب اسم سيدنا عيسى عليه السلام بيقول غيسة. على اساس انه بيسببني يعني يا ابو علي. يا عقوب كان يا عقوب كان اعمى. الله المستعد. لا هو بيقول غيسة على انه يستهزب اسم سيدنا عيسى عليه السلام علي. اكرمنا بسكوتك وروح الله محمد وعلي وياك. اعوذ بالله الاب والابن وروح الكدس عند النصارى بقى الله محمد علي. يا حبيقه هو بابا كان بيردعك الشركة وانت تغير والعيلة كلها كده ولا ايه? افا سكر الخط. الواد بيقول له الله محمد وعلي وياك. يا ابو محمد البويسي يحملون اوزارهم واوزار مع اوزارهم. يا ابو محمد البويسي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياتي. الواد ده هيكون سبب في زيادة عذبك في النار والله ان لم تاته. علمت الولاء الله محمد وعلي وياك. الم يكفيهم الله. اليس الله بكاف عبده. اليس الله بكاف عبده يا محمد. اعوذ بالله. دين اختلق ومليء بالشرق والضلالات والشرقيات. ماذا تنتظر من هؤلاء? سبنا ولم نغضب من اجل ان احنا بنسبة او ما شام مثلا. وابو قاعد يسمي فينا نهار. لكن الشرك كمان لذلك. ايش اليس الله بكاف عبده? فسيكفيك هم الله. وانت تقول الله ومحمد وعلي وياك. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حد يمشي يقول له. اه الله وانا وياك. اعوذ بالله. قل اني لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. وفي اية الجن قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. والايات الثالثة قل اني لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا. فالكالي النبي لا يملك لنفسي ولا يملك لنا. كيف علي? وكيف نقول الله والنبي وعلي وياك. اللهم صعب حسبنا الله ونعم الله. اول نسأل الله ان يهديك يا محمد ويهدي ابوك ابو محمد. وتأتوا متسننين مثل السيد علي ابو علي الهاشمي السيد الهاشمي. كان هذا اختصار ومناظرة بين ابو محمد البويسي وبين اه سيد الشيع المهتدين ابو علي الهاشمي. وكان انا الحكم. ايها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي اعجاب وشارك الفيديو في اكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.